من المقرر أن يجري الرئيس المنغولي أخنى خورلسوغ زيارة دولة إلى الصين يومي الأحد والاثنين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبين وقالت الصين إنها تتطلع إلى اعتبار الزيارة القادمة فرصة لتعميق الثقة والتعاون الاستراتيجيين المتبدلين مع منغوليا وخلال الزيارة سيجري الرئيسان محادثات رسمية ويشهدان معا توقيع وثائق التعاون وكان البلدان شريكين تجاريين وثيقين في السنوات الأخيرة لكن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير شديد على التجارة بين الجانبين المزيد من التفاصيل في هذا التقرير بلغ حجم التجارة بين الصين ومنغوليا نحو 12 مليار دولار أمريكي قبل انتشار الجائحة وكان الاستثمار الصيني في مناجم منغوليا وتصدير الضروريات اليومية إلى البلاد جزءا رئيسيا من التبادلات بين البلدين لقد سعدنا بنشاط بعض مشاريع مبادرة الحزام والطريقة التي عززت بناء بنية تحتية في منغوليا بما في ذلك محطات الطاقة الكهرمائية ومرافق تخالص من مياه الصرف الصحي وبناء طرق والجسورة قال يامن حجم التجارة بين البلدين خفض بنسبة 40% بسبب الوباء بين ميناءين رئيسيين في منغوليا يعملان بسعة 40% من قدرتهما فقط حاليا التجارة تعود تدريجيا إلى طبيعتها بفضل الجهود التي تبذلها الحكومتان ما زلنا نامل في اتخاذ المزيد من التدابير لتدبيع العنشطات التجارية بما في ذلك الرحلات الجوية وخدمات المواني كما قال يامن الكثيرين يأملون أيضا في تعزيز بناء الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا بقوة أكبر في المستقبل هذا المشروع يمكن أن يعزز التجارة بشكل كبير بين الدول الثلاث ترجمة نانسي قنقر